رمضان 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 الليل الليل وظهر وبيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الصائمون الكرام أيها الإخوة الأعزاء وحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتناول مع بعض موضوع مهم أيضا جدا وهو مسألة الإصراف في الشراء سواء في الطعام ولا في الشراب ولا في اللباس لكن خصوصا في شهر رمضان الإصراف في الشراء لما الناس يروحوا للسوق وتلقى يعني كل حاجة يتشههاها يشريها كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أكل ما اشتهيت اشتريت هذا هو الشيء اللي رأنا واقعين فيه اللي نشههاها ونشره انتبعوا مع بعض يا إخواني الكرام هذا التقرير يعالجلنا هذه النقطة ثم نرجع إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى الحكمة من الصيام هي التقرب من الله بالعبادة والطاعات بعيدا عن المحذورات غير أننا اعتدنا على مظاهر وسلوكة منافية دين الزجرية يأكلوا بعيونهم يشوف حاجة يشري الوحمة على الرجال التبذير وتبذير حرام إن المبذيرين كانوا إخوان الشياطين بلاك الناس من تكون صايمة وجعانة كما كان تبالها على كل شي كي يشوف أي حاجة من تكون صايم تخاف على أي حاجة أي حاجة تشوف خبز ولا تشري بزيادة تشوف نبورتك الحاجة تشري بزيادة بس كوري يوليدون من دي كما وما بسيربون من تكون صايمة تشتهي كل شي وتبغي كل شي دين نبورت كالعافسة جيني ثلاثين شريعة ما خلاش في قلبين هذه الدهيرة صح معروفة لإسراء في رمضان ورمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عطقه من النار وانا يقول بن قوسين أنا مروا مرحلة عويصة وصعبة أن النوم السلطات لازم يقرأوا على الشخصية تعمر بن عبد العزيز كان يجمع بيت ما المسلمين كانت أزمة يقضي على الأزمة اقتصادية ثقافية سياسية وما التبذير ما يكوش بصحة الإنسان كي يكونوا عنده أموال وما يخلاش منه وبليجي يصال فالله غالب التبذير الظاهرة تخص لك المستهلك الدعب الحكومي للمواد واسعة لاستهلاك هو المشجع على هذه الظاهرة إضافة إلى ضعف تكوين الاستهلاك إلى العائلات سواء من حيث التعليم في البدارس أو من حيث ثقافة الإعلام لا تعطي إشارات قوية ولا تعطي دروس مستفادة بالنسبة للعائلات لترشيد الاستهلاك هذا أفضى مباشرة إلى التبذير سلوكات في أغلبها تركز على التحذير المفرد لأصنف المأكلة والمشروبات والتي ينتهي مصرها إلى النفايا أولا الحلول في تحادة الظاهرة الإنسان لا يسمي يعني كما قلت حفز نفسه على عدم يتبعش التحكم في النفس يتحكم في النفس قدر المستطع قدر المستطع ولا يشاهد حاجة لا يسمعني هذه الشهاية يشريها ويأكلها ويرميها فهمتين يقدرين ويقع الشهاية هذه تعالى النفس يعني من الصرفي أن تأكل ما اشتهيت على حد قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كل ما اشتهيت اشتريت ومن الصواب اللي اتعادوا عن الإفراط في المصاريب حتى يتحقق المغزى من الشهر الفضيح يا إخواني كرام مرة عبد الملك بن مروان خليفة الأموي رحمه الله لما زوج بنته فاطمة للخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في ذلك الوقت كان منزل موجود خليفة على كل حال زاره يوما رح زار بنته وزار عمر بن عبد العزيز قال له كيف هي نفقتك كيف شرك تصرف قال له يا أمير المؤمنين حسنتون بين سيئتين قال وما الحسنة بين السيئتين قال قول ربنا سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ميزان اعتدال وهذا يا إخواني كرام بيوت تعملوك أنت أمراء يعني قادرين ينفقوا كما يحبوا ويأكلوا كما يحبوا ويشربوا كما يحبوا ولكن الميزان الذي كان يضبط النفق التاحم هو الميزان تعالى القرآن لاعتدال الاقتصاد في النفق قال له صادقة أو حسنة بين سيئتين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذا هو الميزان الذي يخصنا يا إخواني كرام نحن اليوم نسأل أي أسرة جزائرية نسأل واحد شهار ما وش تاجر نقول له كيف شرك تنظم مثلا المبلغ التي تتقاضاه في آخر الشهر كيف شرك تصرفه خلال أيام الشهر وخاصة في رمضان هل عدنا مثل هذا النظام وهذا التنظيم في النفقة أم أن الإنسان يحكم المبلغ هذاك على كل حال يدينه في جيبه ويدخل السوق إلى وصاوه على البطاطا برك هو يشري البطاطا ويشري البانان ويشري على كل حال إلى وصاوه على حاجة ويشري عشرين حاجة بسبب ماذا الشهوة لإجتهاء الموجود في نفسه انتبعوا مع بعض هذا المشهد لعالجنا هذه النقطة ثم نرجع إليكم إن شاء الله وتبارك وتعالى رمضان 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 ترجمة نانسي قنقر يا إخواني الكرام النبي عليه الصلاة والسلام مكاش حاجة لتهمنا في حياتنا إلا وتكلمنا عليها في هذا الموضوع لأننا نتحدثوا فيه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق في غيري صارف ولا ما خيله شوف المقياس الميزان أعطى لك ربي الخير أنفع روحك وأنفع غيرك كل واشرب وما تنسى الصداقة دير الخير في الناس هذا شهر الخير هذا شهر العطاء شهر الإحسان ولكن شوف الميزان ما هو الميزان في غيري صارف ما تتجاوزش الحد يا إخواني الكرام حرام علينا راه الإنسان يروح للمرشي يجيب زوش صاشيات والصباح يعود خارج من البيت أكرمكم الله يزيد يرميزوش صاشيات لماذا؟ هذا مش معناها كلها فضالات لماذا؟ تترمى كي نحوي نقدروا ناكلوهم ولذلك العلماء واش قالوا؟ قالوا الإنسان إذا كان طيب احنا معروفين العائلات الجزائرية في رمضان المايدام عمراء أصناف الطعام معليش هذه النعمة عربي هذا الخير معليش ربي ما حرمش علينا هذا الأمر الإصراف ما هوش كين طيبوا بزاف إذا كان طيبنا بزاف وخبيناه وزدنا كلناه المهم ما نرموهش هذا هو الأساس المهم ما نرموهش وهذا من النعيم اللي يسألنا عليها ربي عز وجل ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم النبي صلى الله عليه وسلم قال المال بارد لتشربوها ذكرها نعيم يسألك عليها ربي ما تبذلوش وما تضيعوش فكيف بالطعام وكيف بالشراب وكيف بكذا أختم لكم بواحد حديث في صحيح مسلم وهو حديث عظيم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر فقال لما خلق الله تبارك وتعالى آدم في الجنة وتركه ما شاء الله ربي خلق آدم وتركه قبل أن ينفخ فيه الروح فجاء الشيطان وأخذ يطيف به يطيف يعني يطوف به الشيطان تعجب من خلقة عسيدنا آدم فلما رآه أجوف الشيطان عليه لعنة الله شاف سيدنا آدم عنده جوف أجوف يعني عنده جوف فماذا قال الشيطان فعالم أنه لن يتمالك الشيطان اجزم في نفسه قال هذا المخلوق اللي خلقه رب العالمين هذا ما يملكش نفسه لماذا بسباب الجوف البطن اللي عنده ولذلك احنا نعرف أن الله تبارك وتعالى اخلقنا نحتاجه الطعام ونحتاجه الشراب ونحتاجه الليباس هذا الدليل على الضعف التعنى والفقرة التعنى إلى الله ولكن في نفس الوقت هو ابتلاء لأن رب يخلق فيك الشهوة تشهى الطعام تشهى الشراب كل الناس تلقاهما يشهوا كل شيء لكن هذا الاجتهاء هذا عنده ضوابط في الشريعة عنده قواعد على كل حال في الشريعة لذلك الإنسان إلى حب يرضى عليها ربي عز وجل ويعيش سعيد في الدنيا هذه لازم يضبط نفسه ويعرف كيفاش يمشي وما يكونش مبذر وما يكونش مسرف ويطيع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لك كل واشرب وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة يعني ولا تكبر أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين أقول هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر